رهم ناس ما زالوا في السجن كي يرهم ما زالوا في السجن بسبب اتهامهم بمحاولة ضرب الوحدة الوطنية لماذا رفع القمواش في العالم الأمازيغي الثقافي الآن أنتم تضعون الصور في كل مكان وفي اللاقروند بوست وفي مقام الشهيد هذا هذا انقلاب تعرفوا لماذا إخواني فعلوا هذا وسيفعلون أكثر في الأيام القادمة لقد جربوا استراتيجية مفادها شيطنة منطقة القبع في الحقيقة أنا تكلمت عليها في منتصف مارس في البدايات الأولى حتى أنا بعض إخواني قلت لي تتكلم على موضوع بالصح النظام ما رايش نشوفه فيه دير قلت له مراهي جاية رايش في مؤشرات ويستطيع الناس أن يعودوا إلى منتصف مارس نهاية مارس كنت قلت بأنهم في اتجاه إلى شيطنة منطقة كاملة من البلاد وهي منطقة القبع وبطبيعة الحال بعد عفريل تبين ذلك وفيما ارتفع ذلك وأصبحت الناس تشجن وأصبح كلمة الزواف تقال حتى فيما يسمى بتلفزيون الوطني وأصبح الكبار السفهاء بما فيهم وحدثة فيها تسب صباحا صبحا ومساء صباح ومساء تسب في القبائل وغير القبائل هي سبت سحاب ورقلة سبت سحاب الواد سبت يعني هذه لكن حوالي عشرة وخمستعش بعضهم عندهم تلفزيونات فتح لهم تلفزيونات بعضهم فتح لهم جرائد بعضهم فتح لهم قنوات وصرفين وفتح لهم في الفيسبوك انتع مليون ومليون وستمائة ومليون وثمانمائة صفحات كبيرة صرفين عليها موال ضخمة وبعض الصفحات ادوها من أصحابها وقلبوها وشفنا في الفيسبوك حملة عنيفة لمحاولة شيطانة القبائل الآن شافوا باللي هذه فشلت لأن الشعب الجزائري كله كانت الناس في قلمة في عنابة في مغنية في الأهواب في ورقلة في لمدية في سعيدة في عنصفرة في مستغانم في كل مكان يقولوا القبائل خوتنا ولعلكم تذكروا هذلكلام أساسا كان في ماء وفي جوان أساسا ذلك الشعار اللي يطفع القبائل خوتنا وبركونا من الفتنة إذن بعد ما استخدموا الجرابية وبعد ما استخدموا فلان فلتانة وفلان هذا السفيه وتلك السفيه القنوات أل 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 فشلوا وشافوا تمسك الشعب الجزائري كله بإخوانهم القبائل ووقوفهم على القبائل واعتبار أن مس القبائل هو مس لكل الجزائريين اللي يساكن في بشار شعار بيها اللي يساكن في أدرار اللي يساكن في تلمسان اللي يساكن في عنابة في وهما في قسنطينة في جلفة في وشفنا حتى بعض الصفهاء على ذكر الجلفة راحوا راحوا للجلفة كانوا باش يخلقوا فتنة على أساس أن أولاد البنايل هم من العرب الأقحاح فكانوا ماشيين هناك باش يحرضوهم فإذا الجلفة كادوا أن يقتلونهم وهربوا السفيهة هذه وثلاثة معاها من الصفهاء وهربوا وكانت بالنسبة لهم كارثة وبدأت هي بعدها السفيهة صفحة سفيها الجلفة أتذكر أنا يومها حتى قلت يا أخوة الولاد اللي هما أولاد نايل اللي أعتز من أن زوجتي منهم قلت يا أخوة الولاد هم جايكم الصفهاء اللي يحبوا يكسروا البلاد والحمد لله لأن كثير من العقلاء في البلاد دعوا إلى الوحدة وخاصة أهل أولاد نايل لما شعروا أنهم هم المعنيين أولا فكان ذلك الموقف التاريخي الرائع وفشلت وفشلت المؤامرة مؤامرة التوجيه جزء من العرب من القبيل بل بالعكس راح توفود من الجلفة إلى تيزيوزو وفود من ولاد نايل حتى مش من الجلفة من مدن أخرى إلى تيزيوزو وإلى بجاية فكان كل هذا ساهم في كسر محاولة شيطنة القبيل ومحاولة تهميشهم وضربهم فإذا بالأمر يتبين لهم بأنه مستحيل شيطنة القبيل واش راهم يديروا الآن راهم يقلبوا في الصورة تمام شفتوا الصورة اللي بانت فيما يتعلق أنهم كانوا يسجنوا لحامل العلم الأمازيغي الثقافي والآن هاهم لاغرونت بوست خصهم الآن رحوا يعتقلوا لاغرونت بوست المفروض بناء على سياستهم اللي كانوا فيها إذن الآن راحين يديروا شيء مخالف تماما وهو أما وقد تبين لهم أن شيطنة منطقة القبيل قد رفضه الجزائريون كلهم وقد تضامن الجزائريون كلهم مع القبيل فإنهم الآن يحبوا يجيبوا القبيل على أساس أنهم معتقدين أن القبيل هذه وكانها سلعة القبيل هذون وكانهم سلعة وكانهم سلعة وكانهم يتلاعبوا بهم يجيبوهم وممكن يشيطنوا بهم أو يتوجهوا إلى شيطنة مناطق أخرى لأن هذا الضرب لإصراف برج بوعيريج لإصراف تيارت في الجلفة قبلها في قسنطينة في وهران في سعيدة هذا مش مش كراتوي كل سياستهم تهدف إلى تحقيق هدف سراتيجي أساسي وهو تكسير الحرك تكسير هذه الثورة وإذا ما كسرت هذه الثورة فهم يعرفون أنهم سيحكمون خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة أخرى بدون مشكلة هذا إذا بقت بقت الجزائر أصلا كجزائر إذن نرى في تغيير في سياسة وهنا شفنا وأنا حكيت لكم عنها قبل أيام وجبتها حتى في طر نوع من التنكيت كيفاش أن اللي كان اسمه يسمي روحه هو محمد السعيد بالعيد سماوه محند أو السعيد بالعيد ومن بعد نحاوه السعيد سماوه محند السعيد أو بالعيد المهم باش يظهروا النقبين وجابوا مجموعة من الأشخاص اللي ما يستهلوش حتى باش يكون واحد منهم مش عاش اسمه أيت كذا ما يستهلش حتى باش يدير ربما بيسري جابوهم حطوهم وزار هذا دي حطوه وزير تصينها وهو المفروض رأيه في السجن لأنه سمى الشعب الجزائري كفار سمىهم خنافس غريلو وأشياء ومصائب أخرى عنده لكن حطوه على خالق اسمه أيت وكذلك الآن جابوا مجموعة من السفهة تعليقابل سيرفيس ويحطوهم على أساس بور بلير بور فار بليزير للقبيل وكأنهم يظنوا نساو باللي أويحيا كنقبيلي باللي سلال كنقبيلي باللي توفيق كنقبيلي وعدد هائل من سفهة الحكم ومع ذلك القبيل انتفضوا مثل أخوانهم ولم يكننا كفرق بينهم في 22 فبراير الجميع انتفض الجميع انتفض والجميع منطفض بشكل أو بآخر وفي قلب الحرك يجد القبيل فهم يظنوا الآن أنهم إذا ما يعني كما يقولوا كما يقولوا بكلمة درجة يعني إذا ما تقذبوا ما حاولوا أنهم يعني يشيتوا القبيل يقدروا ينحيوهم ويفصلوهم عن الحرك وإذا فصلوهم عن الحرك يعتقدون أنهم سيميتون الحرك قلت هالكم قبل يومين والثلاثة ونعود هالكم لو جبتم كل عظماء القبيل وأشرفهم عبر التاريخ وكان أعطاكم ربي معجزة أنكم تعيدهم إلى الحياة وشافوهم الناس أمامهم عبر التاريخ أقول فإن القبيل اللي رههم منتفضين سيستمرون في الانتفاضة إلى غاية قيم الدولة المدنية دولة العدل والحق والقانون تعرفون لماذا لأنهم قبل كل شيء هؤلاء جزائريون وقبل كل شيء هؤلاء بشر يريدون أن يعيشوا في دولة محترمة في دولة دولة العدل دولة الحقوق دولة القانون ليطبق على الجميع على الفقير وعلى الأمير وعلى الوزير وعلى الحقير وعلى الجميع إذن أنا نقول تببون لهو الواجهة المدنية اليوم لشنغريحة والجنيرالات وما تقعدوش تضيعوا الوقت ما تقعدوش تلعبو وتتمسخروا وتضيعوا الوقت لأن الناس من بعد راح تبين بلياكم سوفها وأنا شخصيا يقول هاو نعود هاو نخلي بضعة أيام الآن أخرى في شكل هدنة من عندي يعني وهذا أمر يخصني ويخصني أنا شخصيا فإذا شفناكم خضيتوا خطوات في الاتجاه الصحيح سنستحسن ذلك إذا بقيتوا في هذا الاتجاه سنعود إلى مقاومتكم أشرس مما كنا بإذن الله الجزائريين أنا على يقين يمنوا بهذا الفكرة لأن في النهاية الشعب يعرف جيدا إذا فاتت هذه الفرصة ولم تبنى الدولة المدنية وتسقط دولة الحنوشة لم تبنى دولة القانون وتسقط دولة الظلم لم تبنى دولة الحق وتسقط دولة الفساد والرداء والفشل فقرع الجزائر السلام فقرع الجزائر السلام هناك فرصة تاريخية كبرى أكاد أقول أنها وجودية بالنسبة لنا كجزائرية إما أن ننجو ونتعظم ونكبر وتقوم هذه الدولة تصبح من الدولة الدولة الفاعلة الكبرى وليس دولة يحقرها الجميع حفتر حقرنا حفتر كان يهدد في الجزائر تخيله عقيد أصلا هو عقيد مرتزق عميل كان يهدد في الجزائر ونوصلنا وإما إذا هذه العصابة استطعت أن تتلاعب بنا أو تكسرنا فخلاص انتهى الموضوع ولذلك أقول تبون واشنجريحة ومن معهم توقفوا على العبد توقفوا على اللعب توقفوا على التنسخير توقفوا على تضيع الوقت هذه البلاد هذه البلاد بقبيلها بعربها بشويتها بتوارقها بابنمزابها بكل باللي من أصول أفريقية واللي من أصول تركية واللي من أصول عثمانية ومن أصول أندلوسية كل الأجناس هم جزائريون وهم يتفقون على قيام الدولة المدنية بل أن الدولة المدنية وإن شاء الله في الأيام القادمة ستحدث ربما في هذا الدولة المدنية هي فرصة كبيرة جدا للجيش نفسه لكبار الضباط أنفسهم للضباط لصف الضباط لصف الجند الدولة المدنية في مصلحة الجميع ويكفي أن تكون هناك القوانين ويكفي أن كبار الضباط وصغارهم يشعروا أن الجيش يبني سلاح ويبني طائرات ويبني بواخر ويبني مدافع ويبني حينها يشعر وهذا لن يتوفر في دولة الحنوشة 57 سنة لما جينا نبنى السلاح رحنا جبناه مصنع من الصين عن طريق الإمارات والكلاش يخرجوا مع وجين النص اللي يرموه من اللي كلاش ومن السيمينوف ومن أكثر من اللي يستخدموه لما رحنا باش نديروا الصناعة عن طاعة درونز رح جبتهم من الإمارات الدرونز هذو اللي راح مديرينه في الجزائر قريبا هما اللي يتبعوا في أوروبا بألفين وثلث ألف دولار مكلفين في الجزائر ربما مليون وزر ملايين دولار لأن نص الأموال والثلاث أربع الأموال رحت إلى بنوك أبوظبي ودبي وشونغاي وهونغ كونغ ووانيش عارف وين دولة المدنية ستكون في مصلحة الجميع